سلام أنا رون مقطع جديد وقصة جديدة صلوا عن نبي يلا نبدأ تقول صاحبة القصة بدأت قصتي من لما كان عمري 15 سنة أنا أكبر وحدة وتحتي ثلاثة أولاد وبنتين كن دايما أروح لإستراحة عمي علشان بناتها تقريبا يومي كلها يروح في الإستراحة النص الثاني من الإستراحة كان عمي قاعد يرممها طبعا الكلام هذا كله في الديرة اللي كنا عايشين فيها وكانت إستراحة عمي هذه ما بيننا وبينها إلا شارعين وأهلي خلاص يعرفوني أنا بعد المدرسة أروح للإستراحة بيوم كنت راجعة وكنت تمشي ودخلت الإستراحة كنت نادل بنات ما حد كان موجود بعدها جاء ولد عمي أخوهم وقتها كان عمره 23 سنة قام يقول تعالي إلعبي معايا إلين ما يجون وحاولي يلهيني شوية إلين ما أخذني للمكان اللي قاعد يترمم وكنت ألاحظ أن تصرفات غريبة وشوية شوية إلين ما اعتدى علي مع كل محاولاتي إني أقاوم وأصرخ وأضرب لكن ما كان فيه أي فايدة كنت أبكي ومن هد حالي صار يطالع فيني ويبكي معايا ويقول لي أنا آسف وراح يركب أنا ما قدرت أتحرك من كثر ما كنت من هارة كنت مثل المجنونة وجلسة أرجف وحس بدوخة رجولي ما كانت تشيلني من الخوف وإش اللي صار جلست ساعة بمكاني ما أدري إيش أسوي أخذت غراضي ما أدري وين أروح والمين أتكلم وكيف أشرح الموضوع ما عرفش أسوي وصلت البيت وأشوف أبويا من بعيد يطالع فيني ويبتسم ويقول ها جيتي سكت وكنت من داخلي أبكي دخلت بدون ما أسلم عليه ورحت غرفتي وقفلت علي الباب وجلست أبكي ودخلت أتروش كنت قاعدة أضرب في نفسي وأتخيل بس أني أبغى أقتل ولد عمي بسبب اللي سواه فيني طلعت وأنسدحت ونمت وكنت من قفلة باب غرفتي بالمفتاح وأصحى ألقي الباب ينطق بقوة وأسمع أبويا يصارخ كانت نبرة صوتها مرة مع الصب بعدها سكت وراح جت أمي بعدها ودق الباب وتقول لي افتحي أول ما فتحت أمي قالت وهي خايفة وجاسة هاوش تقول ولد عمك جلس يقولوا أنه شافك مع واحد في استراحتهم إيش مسوي يا انتي ومين هذا؟ بعدها على طول دخل أبويا ويطالعني بنظرة ويجي يمسك شعري يقول صح اللي اسمعت من ولد عمك يقول أنه شافك مع واحد من هذا يقريلة الأدب ويش تبغين تسوين فيني انتي؟ كان يضرب فيني وأخواني برا الغرفة يطالعون وأمي تصيح وتحاول تفكها مني وتقول لي يا ابن الناس لا تصدقها يمكننا غلطان يمكننا كذاب قال لا ولد أخوي ما يكذب كان أبويا يضرب وأمي تفك وأنا ساكتها بس أبكي ودي أقول ودي أتكلم بكل شيء بس والله والله ما كان يطلع مني ولا حرف ما أعرف له قام أبويا يسأل ويقول من هذا تكلمي؟ قلت كذاب ما أعرف أحد قام أبويا طلع وطلع أمي معاه وقفل علي بالغرفة جلستي لين الساعة تسعة تقريبا وبعدها جات أمي كانت تقول انتي السبب ولا أبوك كما أفطر يسوي زي كذا وأنا ساكتها مدرش قادة تقول قالت أمي اتفكت مع حرمة معروفة بالديرة شوية وبتجي وبتفحص عذريتك كانت أمي تقولي هالكلام وهي تبكي وأنا أطالحها فجأة جلست عند رجولها وشاسة أشهق وأقول لها تكفين يا أمي لا أمي لا تكفين أكرر بس هذه الجملة وأمي مصدومة وتروح تقفل باب الغرفة وتجي تمسكني وتقول دامك واثقة أنك ما سويت شي ليش ما تبغيناها تفحصك وأنا بس أطالع فيها وأبكي شافتني أني ما ردت جاء أخوي وقال لأمي في حرمة جات تبغاك وأبويا واقف عند الباب البيت كان متوتر دخلت الحرمة غرفتي تبغى تقفل الباب وأبويا يهاوش يقول لا خلي الباب مفتوح وأخذ أمي وطلحها برى الغرفة كنت أبكي عند الحرمة وأبغى أتكلم أبغى أقول لها تكفين لا تتكلمين بشي بس ما كنت قادرة لأن أبويا واقف عند الباب ويشوف وجهي بس وجهي خلصت الآدمية ووقفت وتقول لي أنت متزوجة ولا مطلقة أنا هنا استسلمت تلميت نفسي وجلست أبكي طلعت الحرمة هذه من البيت وما حتسمعت حس أحد في البيت المدة عشرة دقائق تقريبا بعدها دخل أبوي الغرفة معا عقال وعصى وطاح فيني ضرب إليه ما أغمى عليا كان يضربني ويتفل عليا حتى أنه كان يقذفني كنت ماني قادرة لا أتكلم ولا أنطق كنت بس أون لما صحيت من الضرب كان الباب مقفل والبيت هادي والساعة كانت سبعة عرفت أني نمت وراح الوقت ما قدرت أتحرك وأسوي أي شي كان جسمي كل ضرب ودم وجهي أختفت ملامحة من الضرب جلست إلينا الساعة ثلاث العصر دخلت أمي وأول ما شافتني أنهارت وتقول أنت لجنيتي على نفسك ليش تسويين كذا ليش قمت أقول لها والله يا أمي ما سويت شي والله إن كل مننا والله قالت علي ميني مين وقلت لها السالفة كلها كانت تطالع فيني ومصدومة ما هي قادرة تتكلم بعدا قالت بروح أقول لأبوك خلي يعرف راحت وقالت الأبوية تدرونش قال لها صار يتهاوش مع أمي ويقول عشان فضحها وقال إن شافها مع واحد تبغى تتبلع عليه هذا ولد أخوي الكبير مثل ولدي ومستحيل يسوي زي كذا الله أكبر جات أمي وقالت لأبوي أشكال وأنهارت كيف ما يصدقني أنا أنا بنتا أنا أولى قامت أمي تحضني وتهدي فيني وتقول أنا مصدقتك ولازم نفكر بشيء أبوك إلى الآن يتوعدك يبغى يزوجك يقول بغطي العار والفضيحة طبعا السالفة كلها وصلت للعمي الكبير وأبوي كان يعتبره مثل أبوي يحترمه ويقدره جاء عمي الأبوي معصب وقال هذه المفروض تتبرى منها وتطردها من البيت كان يقول لأبوي كذا ويجلس يحرشوا عليها وأبوي معاه يقول صح كلامك بس لازم أزوجها قال عمي عندي اللي بيزوجها ولا تشيلهم اليوم الثاني جاءت أمي عندي تبكي وتقول أبوك بيزوجك الليلة ومن يوم ما قرأت لي أمي وأنا زي المهبولة أقول لها أمي ما أبغى تكفيني أمي ما أبغى اتصرف يسوي أي شيء أنا ما أبغى قالت أمي ما أقدر وما قدر أتصرف ما قدر أسوي أي شيء تزوجت غصب عني عشان أغطي فضيحة أنا ما سويتها وما كنت السبب فيها اللي تزوجتها كان عمره 35 سنة ورحت معاه غصبا عني كنت أبكي ومنهارة وحالتي حالة جلست أسبوع معاه وما شفت أهلي وهو أبدا ما كان متحمل الوضع كان اليوم كله يروح وأنا بس أبكي قام أخذني ووداني الأهلي ولما نعرفه أبوي وعمي على طول جو وقام يقول زاجي أنا غلطان اللي أخذت بزر وترو بطلقها ما عد صرت أتحمل طبايحها أبوي لما نعرف جا وكمل ضرب فيني وقال هذه المرة أنا بذبحك طلع وقفل علي الغرفة جلست والله ماني قادرة أتصرف ما دل إش أسوي أحس أني جد ضايعة وحسيت بضعف مو طبيعي ومنهارة وأول مرة أحس بهذا الشعور كان يوجع يوجع من قلب ما أحد كان حاس فيني بعد ثلاث أيام جت أمي وجلست معايا وكانت تروح وتجي بالغرفة وتفكر قالت إن جلستي كذا بدون زواج أبوكي بيذبحك ولما أمي كانت تقول هذا الكلام شوية لباب البيت ينطق بقوة كانوا عماتي السبعة كلهم جايين فتح لهم أخوي الباب وكلهم دخلوا عندي الغرفة ويصارخون ووطت شرف العيلة هذه قليلة أدب ويقذفون ويسبون فيني لدرجة أنها واحدة من عماتي جتبت من يدها عليا لكن أمي وقفت في وجهها وقالوا إحنا متبرين منها وطلعتها من هذا البيت على يدنا طلعتهم أمي وقفلت الباب وأسمع هواش وصوت أبويا وصوت عمي الكبير قال في واحد يبغى يتزوجها عمره 54 سنة من جنسية غير عربية لكنه ما أخذ الجنسية أقنع في أبويا وقال موافق أهم شي تروح عم بيتي قال له يجي اليوم بزوجها لما نعرفت جلست أصيح وأنهرت زيادة ما أبغى كنت أصارخ بالغرفة وتدخل أمي وتسكتني وتقول خلاص ما في اللحة الواحد أنا بنحشك مستحيلة خليهم يزوجونك أنا كنت مستعدة للفكرة بس أمي وين بتنحشني؟ أمي كان عندها شقة برديرة جتها الشقة هذه ورث من أبوها وما كان أحد يعرف عنها أبدا وما قالت الأبويا لأنها لو قالت له بيسوي مليون شي عشان يأخذ الشقة منها وأنا ما عرفت أصلا أن عندها شقة إلا لما قالت لي هي قالت أنا كنت مدبرة كل شي لكني مترددة إلين ما شفت هذا الوضع؟ قالت أمي إصبري إلين يطلعون مع أبوك؟ وبطلع كأنا وبعدين برجع وبتصرف جت الساعة أربعة كذا طلعوا وبسرعة أمي قالت لأخواني أنا بروح مشوار وطلعتني وقفلت الغرفة بدون ما يحسون جلسنا بالطريق ساعة ونص دخلتني الشقة وعطتني أكل قالت دبري في نفسك وقامت تضمني وتبكي طبعا أنا ما أنا موفرة دموع أبكي معاها قفلت أمي علي الشقة وراحت طبعا كانت الشقة ما فيها لا أثاث ولا شي جلست فيها ثلاثة أيام لا حس ولا خبر من أمي كنت أبكي الحالي وخايفة ومستوحشة المكان ونفسي من سدة بعدها الساعة 11 الظهر كان باب الشقة يدق أنا خفت لأنه لو أمي معاها مفتاح كان قلبي يدق بقوة رحت أطالع من الفتحة تبع الباب كانت حرمة أقول لها مين وتقول افتحي أنا من طرف أمك جلست أبكي أول ما قالت كذا وما قدرت أفتح الباب صارت تقول من ورا الباب أبوك وأعمامك يدورون عليك وأمك من قبل أمس منومة بالمستشفى ووسطني عليك أول ما قالت كذا أنا أنهرت وفتحت الباب وعلى طول دخلتها قامت قالت لي أمك ووسطني أقول لك هذا الكلام تقول لك لا ترجعيني البيت أبوك متوعد فيك لما نعرف أنك هربتي أنجن وأنها هي بخير وما فيها شيء وأنا يا بنتي بكون مسؤولة عنك إليم ما تهدى الأوضاع وأنا قريبة من أمك مرة لا تخافين بعاملك مثل بنتي وما حد بيعرف مكانك غيري جلست أبكي وضاق صدري من الكلام اللي قالته سألتها أمي ليش تنومت بالمستشفى إش صار؟ قالت تهاوشت مع أبوك وضربها وأرتفع عليها السكر جلست منهارة وأتحس سبع السبب الأول اللي هو ولد عمي قامت الحرمة قالت بروح تقضى لك كم غرض وأرجع انتبهي لا تفتحيني الباب الأحد وبروح أوصل الخبر لأمك جلست لين الساعة سبعة وجدت الحرمة وجابت معاها مفرش عشان أنام عليها وجابت لي عشاء وجلست معايا وتقول اصبر عليها شوي شوي إلينا ساعدك على هذه الشقة وأجيب لك جوال عشان تقدرين تتصلين عليها منه إذا احتشت شيء وطلعت بعدها وخلتني جلست أسبوع كذا والحرمة هذه توصل لي أخبار أمي وتوصل أخباري لأمي وبعدها بشهر عرفت أن أبوي أطلق أمي وأمي ما راحت بيت أهلها وأول ما شفتها حضنتها ذاك الحضن بأقوى ما عندي كنت مرة فاقدتها وتقول أنا موزعلانة تري عشان أبوك طلقني بالعكس كذا استانست أقدر أطلع وأشوف بنتي على راحتي تلا طيب أخواني قالت لازم نصبر شوي أبوك لسه ما نس الموضوع جلسنا أنا وأمي شهرين بالشقة كانت إذا تبغى تشوف أخواني تقابلهم بحديقة اليوم كلها وبعدها ترجع جلسنا كذا لمدة سنة طبعا أمي تصرفت وراحت تاخذ ملفي من المدرسة القديمة ونقلتني المدرسة ثانية كنت أنا أبدا ما أبغى أكمل دراستي ولا حتى فكرتني أكمل كنت أرفض وأقولها ما أبغى أكمل وكانت هي أول داعم لي وأول سنة هي اللي تقضيلي وتشتريلي الناقص هي اللي توصلني للمدرسة هي اللي توديني وتجيبني كنت فرحانة مع أمي مبسوطة وأبغى حياتنا تبقى كذا للأبد بس كل ما أتذكر اللي سواه ولد عمي تظلم الدنيا بعيني وصلت ثالث ثانوي وتخرجت منها بنسبة معقولة الحمد لله لو لله ثم أمي ما كان وصلت للمرحلة هذه أبدا طبعا أخواني كنت أشوفهم لكن بوقت قصير مرة تقريبا نص ساعة باليوم وبالتهريب وحتى ما كنت أشوفهم بالشقة عشان أبويا لا يدري كانت أمي تنبههم وتقول أبوكم لا يدري لا يزل لسانكم ودائما أمي تقول لهم أختكم مو غلطانة مو نفس اللي يفكر فيه أبوكم هذه أختكم الكبيرة أحترموها كانت حياتي ماشية صح الحمد لله اضطرينا أنا وأمي نجي للرياض عشان أدرس بالجامعة لكن أمي رفضت وروحت أسكن بسكن الطالبات وتعرفت على بنات جميلات ومحترمات كنت أشوف أمي وأخواني كل ويك اند كانت أمي تأخذني يومين وترجعني وعلى هذا الحال إلي ما تخرجت من الجامعة في الوقت هذا كله أبوي تزوج تزوج واحدة ومبسوط معاها ولا فكر حتى فيني وجاب منها توأم وعايش حياته أخويا يقول إذا سألنا عنك يحصب ويقول ما عندي بنت أنا لا تجيبون طاريها بالبيت ويجلس يسيب فيني تدرون عرفت أن ربي ما يخلي المظلومة بد بعد اللي صار لي ولد عمي صار عليه حادف ومن أربع سنوات هو مقعد ما يتحرك وصار لصعوبة بالنطق وما تزوج وأنحرم العيال لما عرفت أحس ربي نصرني بكيت من الفرحة أبوي أحس ربي عاقبة بزوجته شاف صدق صدق بعيونه زوجته تدخل رجال البيت طلقها في الأخير ويبغى أمي يبغى يرجحها وأمي رافضة وقالت لها ترى بنتك عايشة وقدام عيوني وانت الآن صرت وحيد وخلك أنا تزوجت من واحد تاجر الحمد لله ورجال بمعنى الكلمة وسوت لي أمي زواج ولا عزمت أي أحد من جهة أبوي لأنه أصلا مو مرحب فيهم وأبولهم أبوي انتهت القصة الرأي الشخصي مو شماتة لكن حلوة الدنيا لما الدور والله العظيم يعني اللي صارف ولد عمك يستاهل واللي صارف أبوك برضو يستاهل سبحان الله كذا أحس النار اللي كانت داخلي لما قرأت القصة أنطفت نهاية القصة كل واحد أخذ حقه لا من ولد عمك ولا من أبوك أحسن اللهم لا شماته لأنه لو تصرف أبوك كان غير وعرف يحتويك وما صدق فيك لكن هذا الدنيا وبس الهين كوصل نهاية فيديو اليوم إذا عجبكم المقطع لا تنسوا تضغطونا على زر اللايك تشترككم في القناة موقع تواصل حقتي تحت في الديسكريبشن كان معكم رون سلام